السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي أفاضل وياكم هيثم النصراوي واليوم نصلنا للمحاضرة رقم 14 في كيفية استخدام مكتبة الماتو بلوت لب للرسم نروح بالبداية نفتح البيثون اللي شوفوا نواجهته بهذا الشكل نروح نفتح فايل جديد نستدعي المكتبة ماتو بلوت لب باي بلوت عز بي ألتي جوا نكتب بي ألتي دوت شو اليوم الموضوع مالتنا إشلور رح نرسم فتلاين يعني فتخط مستقيم لمجموعة من البيانات مرسومة بالسكاتر بلوت وهذا الخط يكون يعني نسميه احنا فت يعني نجيف فتلاين لهذه البيانات على سبيل المثال عدنا هذه مجموعة من البيانات هذه البيانات تمثلي الأطوال لمجموعة من الأشخاص بالإضافة إلى تكرمون حجم الحذاء مالتهم خلينا نرسمهم على شكل سكاتر هالسنجل بي ألتي دوت سكاتر الـ X و الـ Y الـ X رح يمثلي شنوة الطول و الـ Y رح يمثلي الشو و عدي جواني كاتب plt.show و خلينا نأرد هن خلينا نسايف example 14 و مثل ما شوفون البيانات ظهرت لي بهذا الشكل أقدر أخلي خلينا نخلي هنا هسا مثلا labels بالبداية plt.xlabel مثلي الـ height plt.ylabel خلينا الـ straight لعين خلينا ننفذها أجي هنا هانا شنوة أجيبها هذي الدالة أقول import number as nb وأجي هنا جوه شنو أكتب mc c هسا أشرح لكم شنو هذي الـ mc nb.pull fit أخلي بي الـ x اللي هو المثل للـ height وأخلي بي الـ shoe وأخلي بي درجة البلون كتب ett مجرح لكي بي الـ m و c بي درجة البلون m و c من المثلosa اذا لحظت مجرح لدي هذه المثلية مجرح لدي نحن نقاطين السي. السي هي النقطة التي تقاطع بها ال line عند ال y. هذه النقطة ما أفعل بها؟ يعني هذا الني سوف أضعه هنا ال m وهنا ال c. وأجي أجيب قيم من هنا أجيب من ال x. ال x الذي نحن نحن نمثل هنا. مثل الارتفاع. أي قيم تنأخذ. وعوضها هنا حتى يطلع لي ال y. أنا سوف أفعلها. أنا أخذت نقطة تن. هل أنت بكيف تختار نقطة تن. من ال x. وتعوض هنا بهذه المعادلة. ويطلع لك النتيجة. أجي هنا. شنو أكتب جوه. plt.plot هس أنا بعد ما عوضت النقطين. أوكي بالمعادلة. يعني أي نقطين. على سبيل المثال نختار 171. 189. وإلى آخر. هسا أنا اختارت نقطين. حتى تطلع من عدهن ال y. اللي مثلا لنقطة الانطلاق. ونقطة النهاية. أو نقطة البداية. ونقطة النهاية. لل straight line. أنا اختارت 169. 189. ال y طلعت لي. 7.23. 15.84. خلينا نتحكم بإعدادات هذا ال line. يعني نسوي مثلا. style multi. نخلي مثلا. لونها أسود. ويكون. محطط. أوكي. خلينا الرسمة. ومثل ما شوفون هنا. إنه البيانات. مالتي. اللي كانت مباثرة على شكل. قدرت أخلي لها. fit line. أوكي. وهذا كل ما يضمن محاضرتنا اليوم. وأتمنى أنه نالت أعجابكم. وإن شاء الله. نلتقى بمحاضرات أخرى. مع السلامة. شكرا. شكرا.